ها هي الحكومة تتوجه نحو استكمال إعداد النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد أين درست خلال آخر اجتماع لمجلسها ثلاثة مشاريع مرسيم تنفيذية تشرح آلية تطبيق هذا القانون لمرافقة المشاريع الاستثمارية مشاريع المرسم التنفيذية الثلاث تركز أساسا على توجيه المزايا الممنوحة من طرف الدولة وتحديد قوائم النشاط والسلاع والخدمات غير قابلة للاستفادة من المزايا وفق دراسة معمقة للنسيج الصناعي لبلادنا الشيء الذي نزيده نقوله هذا القوانين هل تعطي تقليص من الوقت للمستثمر لأن اليوم الإنسان الذي يدخل في الاستثمار هو مهتم بالسرعة التنفيذ للاستثمار لأن الدراسات وقلنا ونعودها وما زلنا رنزل نوقع ونعودها والسلطات لازم تفهمنا نحن كمستثمرين ناخد وقت كثير هذا هو المهم كثير في تحديد ملف الاستثمار يعني الدراسات الشيء المطلوب هو التنفيذ لابد لا يأخذ وقت رغم ما تحمله المراسم التطبيقية للاستثمار من إيجابيات لتحفيز الاستثمار إلا أن المستثمر لا يزال يتطلع لمزيد من التوضيح والتبسيط في القوانين لضمان سرعة تشتيد الاستثمارات وكبح البيروقراطية الإدارية الشيء اللي لازم نقولوه ونعودوه وقلناه ما زلنا زلنا نعودوه هي ما أثى به رئيس الجمهورية هي محاربة البيروقراطية وتكلمنا وقلناه كم من مرات هناك بيروقراطية بين الإدارات بعيد على المستثمر لهو يعاني من بيروقراطية بصفة دائمة قرابة الثلاث سنوات والمشاريع الاستثمارية شبه غائبة اليوم مع صدور قانون الاستثمار الجديد ها هي الحكومة تضع الروتشات الأخيرة على نصوص تطبيقية ترافق المستثمرين في تلسيد المشاريع على أرض الميدان